فيديو النهاردة هنجرب منتجات مصرية جديدة جدا هتقول لي مثلا زي ايه هقولك عندنا بيبسي جديدة اكسترا فيز وعندنا فيروس تنشوكي فكرة برضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد عصام من قناة عصامية تخباركم معها عاملين ايه كله تمام ان شاء الله كله تمام نبدأ بايه ولا ايه جاي في شوية منتجات مصرية كتيرة جدا نبدأ باحدث حاجة معنا وهي دانت دانت عاملة شراكة مع سينابون وعاملة حاجة اسمها دانت سينابون ده كالشكلها بالنسبة لسعر دانت في سعرها عامل 9 جنيه هنفتحها نبترى الطعم هيكون عامل ازاي نبدأ كالشكلها من جوه هتحسك كده في رحة قرفة في الموضوع طبيعي عشان اكتر حاجة طغير في السينابون هي القرفة المهم نقول والان حان وقت تزوق ونبدأ بسم الله بالدانت سينابون بروس عامل ازاي قوام كريمي حاجة يعني ماشي شغال شغال بسم الله نفس القوام بتاع الدانت العادي ونفس احساس في البق ولكنه تقول انه هو دانت بالقرفة اكتر حاجة طاعة متوقع للقرفة بس هم هم ساهمين ساهمين والقرفة مش قوية مش القرفة اللي هي اتضيقك من كترها ومسكرة سنة هتحبها لو انت بتحب القرفة بس ما بتحبش القرفة بقى تابد عنها جمد ده بصوا لو هنقرونها بالدانت تعليق فدي قلي شوية ولكن لوحدها كده بحلوة ندخل بعد كده على هتقولي طبعا ايه هو الجيل في توينكيز هقولك ان توينكيز عملت حاجة اسمها توينكيز دابل كريم يعني هي هي توينكيز بس فرق انها حشوطها اكتر فانا بس جاي يعرف الفرق بين السعر ده والسعر ده وهل فعلا دابل كريم يعني دابل فعلا ما هو سنة كم زي ده هنشوف وبصوا في حاجة غيره في السعر التوينكيز الدابل كريم سعرها عامل اربعة دين ونص والتوينكيز الوريجنال سعرها عامل اربعة جنيه خمسة وسبعين قرش يعني التوينكيز الوريجنال اغلى من التوينكيز الطابل بربع جنيه غريبة دي نفتح ونشوف دي كده الدابل ساكلها عادي اعطاكش الوريجنال اكتوب فيها حجم اكبر فاعطاكش كده اغلى بربع جنيه طبعا من انتعرفوني انا باعشرك حاجة اسمها توينكيز لو هنقيس كده حجما جنب حجم فالحجمين قد بعض بالسانتي قد بعض بالزبط 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 تعال نشوف بقى الدابل كريم كريميتها عاملة ازاي نفتح من النص مممممممممممممممممممممممم برضو برضو عالب حالب بصوا هو بين ان الدابل كريم اكتر بس مش تدرجة دابل هي اكتر سنة بسيطة بس مش دابل عايزة كانت قواف كومنتات هل فعلا دابل كريم اكتر في دابل ولا اقل فاعول حاجة لندوق علي علي قاويل بسم الله انا باعش اقتونكيز من صغري طعمها هادي كده ورفيع وهشة اوي والكلمة كتيرة في العالية يعني اصلا الكلمة كتيرة بس غلوها للأسر نبص على الضبل بقى هو كمانظر حسها مش اكتر اوي ولكن لما تقلق بققي وحاسب طعم الكلمة بققي لا كمانه هنا اكبر و اكبر بفرق كبير كمان مش صغير بصوا هو الوقت لنا في السعر فاخريك في الضبل طبعا مش يعني من غير كلام مش محتاجة قبل اقول ندخل بقى على المنتجين دول بصوا انا معرفش الصراحة الحاجات دي جده ولا قديمة مش عارف بس او ما اشوفهم قلت يلا نجربهم معيني حسنة كبتالي كده مش عارف لدي البتاع دي اسمها بوفا و دي اسمها بوفا اثنين بوفا بس ده بوفا بساتسيكو و ده بوفا شيبس بتاع من باربوكيو اعتقد فرق بس في الشكل او القوانب بتاع الحاجة مهم يعني السعر واحد من دي اعمل اثنين جنيه نفتح تراف لي حسنة جبتالي كده كده مش عارف بتاع نبص بقى على بوفا شيبس بتاع من باربوكيو و نفس السعر نيم جي نيم وبقى مهم ده هنا الكمية اقل بمراحل ايه ده بصوا حاطين اربعة حدات ده اكتر شتراحة بس درجات دي يعني ده بقى حاجة شبه هي باسكوت كده تحسوا باسكوت بتاع من باربوكيو مهم فوش تعم باربوكيو خالص و قوموا كده تحسوا قوام حاجة جامدة قوية في البق تعم غريب يعني امر ضوء تحسوا كده مثلا طعم ماربوكيو محروق و مدلوع المياه فان بوزوا ده احسن بكثير ده طيب ندخل بقى على جوهينة زبادي وجوهينة المرات دي بقى عاملة اربع اختراعات جداد اللي هو جوهينة بالفاكهة جوهينة بالمانجا جوهينة مكس بيري جوهينة بالفراولة وجوهينة خوخ وسعر يا زباية الواحدة عامل سبع دنون طيب ده بالمانجا ايه بتاعكي ده معالي طبعا معروفة تلقى من الوش الزبادي و من تحت الفاكهة فانت بتعمل ايه تجيبي المعبقة وتبدأ تقلب بص 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 عمل ازاي و بسم الله بصراحة هم مقطرين او الصيرب بتاع المانجا طبعا ده مش طعم مانجا بيبني في المياه انت تحس لهو ايه شبه طعم عصير المانجا بتاع جوهينة محطوط فيه كتع مانجا ده الخلاصة و مع زبادي يعني جابلك العصير قطع ليه كتع المانجا و زبادي بصراحة كتع المانجا كتيرة وبينة بصراحة و طعم جامد اللي بيحب عصير جوهينة المانجا بيحب له فعنا نخوش بقى على الفراولة لان ما افتكرش نهابي كالكال تسويتي بالفراولة ما افتكرش نحد عملها بكتر ايه اعمل تقليبة خليفة عشان ناخد اللي تحت فوق فوق ده حتى اه بص بقى لانا اطلع اه بص بقى السيرب بقى السيرب بقى بتحت الفوق بقى طلع علي السيرب اهو و ده ايه زراب السيرب الخوخ الطعم هنا تحسك انك انت جايب كمبوت خوخ عفل انتو كمبوت خوخ جايبين كمبوت خوخ و مقطعينه مع السيرب مع الزبادي جامد او ده بلزبال احسن حاجة الوقت كمبوت الخوخ جايبين منجا جايي فراولة نيج بقى المكس بيري تنفع ديه على الشيز كيك قلب يا معلم قلب بص المكس بيري بص 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 اوه اوه اللي بتحط عشيز كيك برضو حطت لك قطع صغيرة من بيري و كتيره هتملس نروع الكاميرا دي كمية مع الزبادي بتحفة و كمية بتوازنة الخوخ بس يكونوا هم عشان بس اللي تدورت ليه سنازل جديد فمزبطينه و بعد كده بقى ده بقى بقى ده بقى بقى خوف من كده لأ دوقتي اللي الاربع ممتازين احسن من بعض واللي بيحب الشيز كيك البيري طيب اكلنا محدقة ده بقى نمتع نشرب بقى نشرب بقى نشرب بالضبط الدنيا فايروز عملت طعم جداد قبل اصح طعم جديد وطعم كان قديم وراجعة تقريبا يعني انا مش بتؤكد الصراحة عندنا فايروز بطعم تينشوكي ده كيش اكله وفايروز بطعم الكميثرة بصوا هو بالنسبالي اعطاك انتهى جديد ولكن حاسة اشوفه بل كده امتى بقى مش فاكر بس عد علي قبل كده لكن بقى تينشوكي ده جديد بالنسبالي بالنسبال السعر فانا جبت فايروز الكميثرة من المكان وجبت فايروز تينشوكي مكان تاني واحد فيهم كان سعره 9 جنيه وواحد 9 ونص ولكن اعتقد هو قصر بتضع بقى عشر فانا شوفه بقى حتى ايه كام بس هو فرنج ده تعالي بدا اول حاجه بالفايروز الكميثرة افتح اكميثرة ايه ده ريحت كميثرة او كميترة يعني انزل وضلك بس بص عامل ازاي وهو رحته كومترا اوي اوي لكن طعمه لأ مش طعم كومترا وطعم طعم فيروز عادي خلص ولكن مطعم بحاجة شبه كومترا يعني ممكن نقول فيه 40% طعم كومترا بس هل طعم وحش وليه حلو؟ لأ طعم حلو اوي اوي كمان نزيز اوي ستعم بص بقى على الفيروز التين شوكي التين شوكي دوق مش طعمه اوي تين شوكي ستعمل عارفين هو رحته غريب اوي عارفين رحته عارفين رح شوها ايه؟ عشان ما حاتي بس يمشي وراي قولي انتو بتحور عارفين انتو زمين خالص؟ عارفين ليفت اللحمة الليف بتاعت الحمة الاغ اصفر دي لما كنت تشتريها عند الراجل يقف في الشارع كان لها ريحة كده نفس الريحة ولكن الطعم مش طعم دي فالصراحة هيب بكون غلطان انا حد راجع برايا جماعة مش حاق باوي الصراحة طعمه غريب شوية يعني ممكن بعضهم مش شوية قوي تين شوكي او انا بقى كتب كانت شين شوكي فبشوية الطعم بس تين شوكي كان احلى من كب كتير مش نفس الطعم كده انا مع الكومترا كومترا تكسر باشا او معها احلى بكتير 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 دي ريحة الليفة بقى فلاني الصراحة من الطعم وطبع عند زوج الشخص في انت ايه تجرب برضو تقول لي تزوجك شخص ايه هل نفس الكلام برضو نفس الريحة؟ وانا بتهيقلي مش عارف ندخل بقى على المنتج اللي بعد كده والمنتج ده انا كنت فكره منتج مستورد ولكن لما دعبست فيه لقيته منتج مصري صح ولا ايه؟ اهو الصنع في مصر المهم المنتج ده عبارة عن ايه؟ هارع موزة هوا زي ما انتوا شايفين الموزة دي محشيه شكولاته وبصراحة سعره غالي سعره عامل لحشة بجينة تفتح ازاي بقى الموزة دي انا معرفش نفتحه كده ونشوف طوبة نعمل انا مش عادة ونفتحها ايه؟ بتاع دي هده ونأكل الشكولاته هنحطه في المعلقة كده نشوف طعم هاد المنتج انظامه اصلا الشوكولاته ببتنزلش ايوه هازم بتكدي ايامة كده الشوكولاتة راتيفة ها هي تعال ندوق بسم الله ععافين انتو نوتيلا اللي هي شوكولاته بالبندق دي بقى شوكولاته بالسوداني مش بالبندق بالصراحة عماما مش بطالة كنت في فكرة يكون سيئ ولكن لا مش بطالة خالص طعمها شوكولاته بالسوداني اوي يعني اوي وانا اصلا فكرة في الموضوع فعلا يعني هم بعملين شوكولاته بالبندق ليه ما يعملوش شوكولاته بالسوداني يعني غريب الموضوع دي بات ولكن لما دقت طعمه حلوه اوي الصراحة طعم السوداني باين اوي والشوكولاته باينه سكرة لطيفة ممكن اقول انها غالية شوية وعشرة جنيه كحاجة شبه كده بس ماشي اشتر ندخل بقى على هذا المنتج منتج من كلوجيز كلوجيز بتعم اللبن وغوز الهند انا اعرف ان المنتج ده قديم جدا انا اتعمل من زمان ولكن انا عملا مجربته فبصراحة اجربه فقلت يالله نجربه بالمرة معكم نفتح اندومي عادي خالص ومعاه الخالطة دي بس ده بقى بتحضر ازاي بقولك اول حاجة تحط النودلز على مياه مغلاجه بعد كده تقلبها بعد كده بتحط هذا المصحوق تعلام جوز الهند وبرده سيبه بيتألف نار هادئة اعملناه ولحست حاجة وانا بحط البودر لحسهم حاطين ميكس ما بين اللبن البودرة اللي هو النيدو دوت مع جوز الهند خفيف ولكن كان منظر فقالها منظر غريب شوية ولكن بقى في الاخر هيباني الطعم عمد ازاي وفيه كدع جوز الهند انا شايفها بس قليلة قوي مش كلام مش هفاكله مش هنسخن قوي بصوا انا مسحقف صراحة العيف يا عيف المنتج بس المية كثرت سنة فكل الطعم راح حسنا بيكون طعم نودل زي مسلوق وفيه طعم البن نيدو في الخلفية والجوز الهند مجايش معنا يعني الجوز الهند بيظهر كل فين وفين نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا مش كتير خالص ما عمش بحال ده العيف فيه و العيف فيه ومش عارف يعني ممكن تريد العيف بتاعتي هذا غلط لان انا عامل زي ما هم قالوا بالظبط مغاردش اي حاجة ندخل بقى على البوم منتج جديد لسه نزل في السوق اسمه بوم المنتج ده عبارة عن شوكولاتة محشية فانيليا وسينابون وهنا كوفي ومحشي زيب دفول سوداني هو انا ما شفته حاستوه منتج مستورد ولكن لما بستعه وره مكتوب وره صنعة في مصر معانه غالي سيارو عامل 15 جنيه مكتوب وره هنا بحتوي على نبدأ اول حاجة بالمحشي زيب دفول سوداني اوما طلعته كده ريحت البن ضرب الدربة صاحقة كتيرة اوي بصت عامل ازاي هيا شكواتة محشية بن طعم البن طاغي وجوه كده اتحايت كده شبه اللي ايه شفته اسمها ايه شبهت كون فليكسي كده صغيره خالي شفته اسمها ايه ولكن كطعم زيب دفول سوداني مش بين خالص وطعم القهوة هو اللي طاغي في الطعم طعم قهوة اوي اوي يعني بص هو طعم نزيز كيفت القهوة هيحبوه اوي وليكن مش كاف سعره بص هو منطق ده عطاك من فاشل اطفال لانه في طعم البن قوي اوي اوي تعال بص دي بقى دي بقى كوفي والفانيليا والسينابون بص بقى شكل الفانيليا بقى مع جوزين تقريبا ندوق اسم النار هنا طعم الفانيليا مش هضح قوي ولكن الطاغي في الطعم طعم البن وطعم القرفة الاتنين ميكسوا راهيب مع بعض وعجبنا اختر الصراحة ندخل بقى على اكتر حاجة مصحة بنثلها في حالة النهاردة منتج جديد من بيبسي تقريبا كده اخر مرة بيبسي عملت منتج جديد كمي منتج اسمه اكسترا فيز اكسترا فيز اعتقد الفرق ان دوت استيم بتاعه اقوى بطه اكتر حاجة كده فقلت لازم اكررنه بالبيبسي العادة واكتر حاجة حبيتها في المنتج ده مش طعم اكتر حاجة حبيتها يا سعره سعره عام من 10 جنيه فرق الشاسع في الكمية فصفقة حدوة الصراحة وفي بقى عندي هنا بلوحظة المنتج ده برضو لطبق المنتج ديت لان هو فيه واحد بس صغر حلاري غير المنتج ده المنتج ده فيه 142 صغره اقوى حاجة بس ايه نفتح كده ونعم مقارنة سريعة ما بين البيبسي الاصلي والمنتج الجديد نفتح لأ فاس ضعيفة نسمع هنا بقى انا برضو مش قوي ننزل ده كده الاول بسم الله ننزل جدا بقى كده يعني زي بعض الليكن فل حاجة ازي بعض فتحة وزي بعض الفس انا بنا نده ونشوف وطعم ببسي عالي خالص وطعم يعيسين فيه قوي جدا سانببس بعده ممم.. فهو طعم وببسي عالي خالص نحاس مش ايه فرق فرق بس فعلا فالسطيمن مش منحط قوته يعني منحط استمراريته انت بتتصابه مستمر في بققك ده الاخير ده ده انت قوي بس بتحطه بقى كده هتحس فيه مع البلعة بقى مع الها بتلاقي الستيم بيها ده عطولة لكن ده لأ ده انت بتشرب حتى انت قلع انت حاسه في زورك شغال برضه هو قوي الفرق مش قوي في الطعم طبعا هو هو في الطعم في اي فرق بس فرق في الاكسترا فيز والاكسترا حتى مش في القوة في الاستمرارية بص بصراح من الاخر كده زي بعض بس انا هجيب ده عشان سعره سعره بعشرة جنيه اوفر من ده بيتمره ما بحاجة تحكي عليكو مكتوبة عشرة جنيه طيب المنتج ده مش منتج جديد ولا حاجة المنتج ده كنت مش في السوق الماركت ايه توفش قلت هاتو بس سعره ما جيبته سعره عشرين جنيه جميع نفتح كده ده فرسكة سمسمية وسودانية بصوا ده ده سمسمية مثلا بسم الله انا او صحيح اخر ماركت فرسكة كانت في الثلاثم 8 بس ركتش كده ما عرفت ان فرسكة تبقى كوية في الايد يعني وحطين مادة كده فيها مكوينها لكن دي بصوا هشة خالص تحطها في بقك السمسم بيفرد في بقك بيفرد خالص كل حتة في البقك ما عرفش بقى ده صوت اخزين ولا ايه نفس كان في سوداني بابده سمش حبي بابده نطع ديك ندخل بقى على اخر منتج معنا والمنتج ده انا بالصراحة مدمنه بالاقتر بتاع شهرة لحاجة ده اسمه سنيكرز كوكيز ده اسكريم وسعره عامي 8 جنيه طبعا هتبقى مكسر بالبهد الخالص علشان ده اخر حتة في المحل قلت اجبها وخلاص بس البهددة خالص طالع عنها طالع عنها حرفيا بس اصبكم من الشكل اهم هذا الطعم اكتر حاجة هبتصر اسكريم دي بنسعرها 8 جنيه السعر معقول طعم الكوكيز فيها باين طعم اسكريم فيها حلو شؤولك انها احصل اسكريم في العالم بس طعم رزيز عجبنا هتليه برده من جوه محشي كوكيز كومندت جامد يعني المهم يعني دي كانت حققت النهارده كما نكونوا استمتعتوا بيها ومصدتوا كانت حققت كده بسيطة في الازيز مبهاش منطقة قوي قوي بس كانت حلوة لو حبتها بقى نايقتك اشتراكتك حركتك واسبكم انا بقى ايه هكمل ايسكين دوت مع نفسي كاشنجوه حر ويلا سلام